أهلاً أعزائي معاي طبعاً ضيف ما هواش ضيف بعتبره صاحب مكان ومش غريب عنكم بتشوفوه دايماً على القنوات الفضائية وكان طبعاً معنا في برامج ليكن نور يسعدني أن أقدم دكتور ناجي اسكندر أهلا وسهلا دكتور ناجي أنت طبعاً زميل الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا أهلا وسهلا فيك في هذه الحلقة أهلاً يا أسيس نزار أنا بيسعدني جداً أني أكون معاك في الحلقات الهامة اللي بنائش فيها موضوعات تمس إيمانا وأساس حياتنا وعلاقتنا مع الله شكراً كتير كتير وإحنا كمؤمنين إحنا كتير فخورين فيك دكتور ناجي وبحب أقول لإخوة المشاهدين يمكن إحنا علشت هذا السؤال في حلقات أخرى أنت عندك كل الإمكانيات طبيب وجراح وعندك إمكانيات هائلة لكن كان عندك passion كان عندك شغف في موضوع سفر التكوين ولسيما أول 11 إصحاح فاضطريت أنك تترك المهنة المهمة جداً إلى مهنة روحية أهم بتهايق ليمكنه أكبر وأعظم مش عاوز ألغي طبعاً فكرة الجراحة لكن أعطينا ولو يعني هيك استرجاع للذاكرة شيء بسيط ليه عم بتقوم بهذا الموضوع؟ لأن الأصححات الأولى من سفر التكوين بتمثل أساس الإيمان المسيحي والشيطان شاطر جداً لأنه بيهد في هذه الأساسات عشان يسقط كل البناء لكن طبعاً لما بندرس هذه الأصححات ونقارنها بالعلم التطبيقي أو العلم التشغيلي بنجد أنها تتماشى تماماً مع العلم الحقيقي العلم الافتراضي بيفترض أنه فيه تفاعلات كيموية هيدروجين ونيتروجين وكربون وكسوجين خبطوا في بعض بالصدفة عملوا حاجة اسمها الأحماض الأمينية الأحماض الأمينية رتبت نفسها وعملت البروتينات البروتينات عملت الخلية الخلية بدأت تنقسم وتعمل للإنسان وتعمل الكائنات كلها طبعاً ده علمياً غير مستقيم علمياً فيه مشاكل علمية ضخمة في كل الخطوات اللي احنا تكلمنا فيها فلإني هذا الموضوع مهم جداً عن الله الخالق والله الفادي وقصة الطفان وسقوط الإنسان دي عشان كده أصبحت الموضوعات الأساسية اللي لازم نشرحها بالتفصيل والرب دعاني إني أتخصص في هذا المجال موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة